بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم معاكم اشرف رمضان ان شاء الله المهاردة هتكلم على شركة SMA الخاصة بصناعة الانفيرتر هنتكلم على شركة SMA طبعا انا عشان ادخل وادخل لموقع SMA بكتب في جوجل SMA انفيرتر بيجيب لي الموقع الرسمي الخاص بSMA Solar Inverter SMA طبعا زي ما حضراتكم عارفين في اي موقع انا بدخل بلاقي مجموعة من التابس هنلاقي هنا اول حاجة الهوم الصفحة الرئيسية الخاصة بالشركة تمام طبعا الصفحة الرئيسية الخاصة بالشركة بتعرض كل المنتجات الخاصة بالشركة وبتعرف بعد كده بندخل على البيزنس الخاص بالشركة هنشوف التابويبات الخاصة بالبيزنس تمام تمام دي كل التابويبات الخاصة بالبيزنس مع كده Large Scale طبعا هنا بنتكلم على Large Scale Inverter او Large Scale هنرجع للقائم دي ان شاء الله بالتقصيل السيرفيسيز والبرودكت او السيرفيسيز والسابورت طبعا دي الخدمات الخاصة بشركة اس ام اي السيرفيسيز اللي بتقدمها شركة اس ام اي والتبويب الخاص بالبرودكت المنتجات الخاصة بشركة اس ام اي انا اعمل الفيديو ده على اساس ان احنا نبدأ نشوف البرودكت اللي بتطلعها شركة اس ام اي او بتنتجها شركة اس ام اي هنبدأ نشوف هنا النيو برودكت دايما اي شركة بتحط النيو برودكت كده في الاول عشان الناس تبدأ تشوف اي احدث المنتجات الخاصة بالشركة لو احنا بصينا هنا هنلاقي الساني هايباور بيك 3 هنشوف الساني هايباور بيك 3 وفي عندي الساني ترايباور طبعا ثلاثة واربعة وخمسة وستة شوفنا الكلام ده في المحاضرات الخاصة بالانفيرتر والداتا مانيجر ام باورد باي انكسو انكسو طبعا دي من شركات الخاصة بالداتا طبعا عشان ادخل اشوف انا البرودكت الخاصة مثلا بالصاني ترايباور فور اكزامبل هيدخلني على الماكسمم انرجي ييلد والصاني ترايباور او ترايباور ويجب لي المنتج وصور لي وفيديوهات تشرح الانستيليشن الخاص بالانفيرتر تمام كما نرى فيديوهات تفصيلية عن المنتج الخاص بالترايباور الترايب نرى ان اتفصيل على المنتج الترايب أن اشاهد الترايب فيديوهات ترايبا بالتفصيل. داتا كلها اللي انت ممكن تحتاجها في عمليات او التركيب للديفايس. نفس القصة كده هتلاقي في البرودكتس هنا بيقسمهم هو هنا هتلاقي شرح للسولر انفيرتر وهنا مور بيدي لك السولر انفيرتر بالتفصيل. ادي عندي مقسمهم هو سترينج انفيرتر. كل نوع من الانواع دي انت بتختاره بيجيب لك كل الداتا الخاصة بيك. ازا ما احنا شايفين ده كله في البرودكتس الخاصة بالسولر انفيرتر�. دا فيه عندك الجزئيه الثانية المهمة الى هى سنترل سنترل انفيرترسب. نحن احنا شوفنا في الاول هنا. شوفنا في الاول فاته شوفنا. وبعدين بدأ يدخل على السنترل سنترل انفيرتر تبقاً من السما مهمة جداً هنقوم بتغيانم محاضرات كاملة عن سنترل انفيرتر من شركة اسم ايه. طبعا ده في السترينج انفرتر فوق هنا تقدر تضغط كده مباشرة يجيب لك السترينج انفرتر او تختار من هنا يدخلك على مباشرة. طبعا تبدأ تشوف النوع اللي انت عايزه تشوف الخاصة بكل انفرتر على حدة. يعني انا مسلا لو انا عايز تشوف في ده احنا شرحنا عليه محاضرة. تمام? هندخل على او 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 بيشراح لي ازاي اعمل عملية وانفرميشن الخاصة بالتركيب والكومينيكيشن بتم ازاي. اسم ايه سمارت كونيكتد. تمام? وبيديني داتا خاصة بالانفرتر بالتفصيل حسب الشركة ولو انت عايز تعمل كونتاكت بالشركة بيبقى موجود معك. يبقى احنا كده شوفنا البرودكتز. البرودكتز زي ما احنا شايفين. في عندي البيبي انفرتر. في عندي الباتاري. الباتاري انفرتر. هنخلي محاضرة كاملة ان شاء الله عن الباتاري انفرتر. السيستن سيليوشن. والباكيجز. والدي سي تكنولوجي. من اس ام ايه. والسمارت موديول تكنولوجي. والمونوتورينج. من ساني كورتل. والبلانينج سوفتوير. خاص بالساني ديزاين. ده كله. احنا موجود في البرودكتز زي ما شوفنا كده. ادي السولر انفرتر. سترينج انفرتر. والسنترل انفرتر. ونختار انفرتر اللي احنا محتاجين نعرف معلومات عنه. مجرد ان احنا نضغط عليه. تمام? بنلاقي الانفرتر بدأ يظهر معاه. فيه طبعا هنا بيظهر في اي انفرتر الاوفر فيو. بيدي لك انفر فيو عن البرودكت. الاكسيسوريز الخاصة بالبرودكت او الخاصة بالانفرتر. دي بقى الحاجة المهمة جدا اللي هي الداونلود الخاص بالانفرتر. طبعا لو شوفنا التصنيف هتلاقي هنا المانيفاكشورر والدكليوريشن والوورانتي الضمان الخاص بالشركة والتكنيكال انفرميشن والداتاشيت والمستوليشن جايد. نراجع ثاني اي انفرتر لداتا موجودة على موقع اس ام اي منها المانيفاكشورر دكليوريشن. ده حاجة خاصة به المانيفاكشورر. بعد كده الوورانتي الضمان الخاص بهذا المنتج. بعد الوورانتي في التكنيكال انفرميشن. انا ممكن احتاج تكنيكال انفرميشن. يبقى اعمل لك. كده هي نزلت عندي لهذا الانفرتر. هادي الانفرتر الخاص بهذا الداتاشيت. بعد كده بشوف عندي الداتاشيت. ممكن احمل الداتاشيت اهو. بتنزل معي مباشرة. كمام? بشوف الداتاشيت الخاصة بالداتاشيت اللي انا بشتغل عليه. تمام? وفيه المستيليشن جايد. تمام? زي ما احنا شايفين بتنزل معي كده بسهولة جدا من الموقع. طبعا ده ترانسبورمر زي ما احنا بنقول خاص بي اس ام اي. تمام? ده الساني بوي ممكن ارجع الانفرتر راح نشتغلنا عليه قبل كده. واشوف الداتاشيت الخاصة به. مسلا سي ناخد. ده احنا شوفناه. نشوف ساني بوي. ادي ساني بوي واحد ونص مسلا ده اشتغلنا عليه. اهو نفس القصة هنلاقي ونختار متقسم لكزا. يعني مسلا هنا فيه بروشور خاص بالساني بوي واحد ونص اهو مفتح. تمام? سمارت سكرين فور سمارت انفرتر. ويبيديني شوية داتا عن ام اس اي اي. اس ام اي. بعد ما انا خلصت بشوف الورانتي والمانيفاكشور الديكريشن والسورتيفيكيشن الشهادات الخاصة بالانفرتر ده. تمام? والبرجرامنج برضو بيديني ملفات البرجرامنج. ده حاجة مهمة جدا 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 ملف مضوط فيه عمليات البرجرامنج والسوفتوير الخاص بالانفرتر. فيه عندي الابريشن او الابريتنج انستراكشن. عمليات التشغيل الخاصة بالانفرتر. ده شكل او ده بيديف تفصيلي عن الانفرتر والداتاشيط الخاصة به. واركبه ازاي واعمل برمجة ازاي بالتفصيل. يبقى انت كل اللي عليك ان انت تدخل على الموقع وتبدأ تشوف اي اللي موجود لكل انفرتر على اساس ان انت تبدأ تدرس الداتاشيط الخاصة بالانفرتر ده وتشتغل عليه بالتفصيل. لو انتم فاكرين احنا كنا في فيديو سابق اشتغلنا على الداتاشيط الخاصة بالانفرتر اللي هو السوني بوي 1.5 اهو يا شباب. في عندك الداتاشيط الخاصة بالسوني بوي 1.5. تمام? هنا بيجيب لك ادي اسم الانفرتر بعد كده بيدخلك على الداتاشيط الخاصة بالانفرتر زي ما هشوفنا قبل كده اجد تكنيكال داتا فيه جزء الخاص بالانفرتر اللي هو الدي سي وفيه الجزء الخاص بالانفرتر اللي هو ال اي سي وبعد كده بيديني الكفاءة والبرتكتف ديفايس اللي ركبه على الجهاز و جنرال داتا عن الانفرتر والفيتشارز الخاصة بي وبيديني كمان ازاي اعمل عملية الكنيكشن على الانفرتر يعني انت كل اللي بتحلم دي موجود على الموقع و ان شاء الله هيبقى فيه فيديوهات مستقلة لكل انفرتر هنتكلم عن الانفرتر دي بالتفصيل وهنشوف كمان شركات تانية غير اس ام اي كتير جدا خاصة بي الانفرتر تفصيلية و اشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة